شفنا في الحلقات اللي فاتت ان امو كيني ماتت وكيني وكريستي وجايد راحوا يجيبوا اكل للقارية بس كريستي بتدوس على مصيادة ورجلها بتتحشر فيها لكن الحمد لله قدروا يخرجوها قبل مليلي ليل اما بويد راحلوا توبيس لرندل وقالوا يبدل معا الاماكن عشان عايزي رقب الوحوش وصارة بتلاقي فيكتور بيخبط عليها وبيقولها انه عايز كامب غطا عشان هيحكي قصة كبيرة والمينيلا دي بقى واحمها كان جاي على الخضر الفاسد وده يا عزيزي اكيد هيطلع ورقنا كبيرة ولما جات الست العجوزة تلعبها بالكوتشينا دخل عليهم غراب وقتل نفسه جوه البيت اما بقى تابي بتشوف نفس الاسورة اللي عملتها الجوزة جيم وبتتوتر وبتقول لابو فيكتور يقف على جنب لكن فجأة بتدخل فيهم عربية وبيعملوا حدثة كبيرة وكانت مفاجئة الحالة اللي فاتت ان تابي فات ولقت نفسها جوه عربية الاسعاف واني في شجرة سد عليهم الطريق وبتعرف انها رجعت للكرية المينيلا تاني قبل ما نبدأ بقى الحالة الجديدة تلعادة يا سادة هنصلى عن نبي ونبدأ بسم الله بتبدأ الحالة بتابي وهي مصدومة وبتنزم العربية وبتشوف الشجرة وسواء اللي سعافوا الزباط اللي معاه كانوا بيحاولوا يتواصلوا مع الوحدة بتاعتهم بس طبعا ما فيش منه محدش بيرد عليهم ولا كان في اي مخلوق موجود وفجأة بتظهر نفس الغربان بتاعت كل مرة دي وبتقول لهم تابي انهم لازم يروحوا المدينة بسرعة قبل ما الليل يليل لكن الشرطية دي بتدخلها العربية وبتقول لها انهم عايشوفوا طريق تاني حاولت تفاهمها انهم هيلفوا حوالين نفسهم بس طبعا ما بتصدقهاش وبيفضلوا يا عزيزي يلفوا كده حوالين نفسهم لحد ما الليل بيليل عليهم وكانوا مستغربين انهم كل شوية ييجوا عند نفس المكان فبتقول لهم انهم هيفضلوا ماشيين على طول لحد ما يوصلوا للقارية بس هما كانوا فاكرينها اتحطلت بسبب الحادثة ودمغها عملت ايرر ولما قالت لهم لو نزلوا من العربية هتموتوا قامت الشرطية وكلبشت ايديها حاولت تفاهمهم بس ما كانش في فايدة هنسيبها بقى تحاول معاهم تاني عقبل ما نشوف ابنها ايسان كان قاعد في امان اللا وفجأة التليفون بيرن فبيقوموا بيرد عليك وبيلاقي واحد بيقولوا انا توماس ماما في خطر يا ابني ولازم تسعيدها هتلاقيها جاية في عربية تسعاف دلوقتي وبيطلع جيم وبيشد منه التليفون وبيسأله انت بتكلم مين قال له مع توماس فبيكلمه هو وبيقوله سيب عيالي في حالهم قال له هما مش هيبقوا عيالك من دلوقتي وبيخاف جيم وبيقفل السكة وكان متعصب وفدل يكسر في التليفون وبيقرب على ايسان وبيسأله قالك ايه ويسان بيقوله على اللا حاصل في الوقت ده في بيت دناء كانوا بينظفوا الدم مكان الغراب وماريلي كانت بتكشف على فاطمة وبتقول لها انها تمام وقشتها صباح الفل وكمان بتقول لها ان حسن بشرتك لونها بقى احسن يارب بتكوني بتاكل كويس فاطمة قالت لها ايوة انا اخيرا لقيت الاكل المفضل ليا وما حدش كان يعرف انها بتاكل الخضر الفاسل وصارة بتجمع لفكتور الغطيان اللي عايزها وبيقول لها انه زمان كان عايش مع عمه واخته في البيت ده وبيحكي لها انه اخته كانت بتحب تلعب كتير بس وقت مامه مشت عشان تنكز الناس اخته رحت وراها ووقتها كلهم ماتوا هم وكل اللي في القرية وبياخد منها الغطيان وبيقول لها انه عايز يفتكر اللي حصل زمان انا مش قادر افتكر ماتت ازاي ولما سألته ليه عايز تفتكر قال لها عشان القرية بتحصل فيها حاجات جديدة اول مرة تحصل زي مثلا ان التلجى عمره ما نزل فيها قبل كده وبياخدها وبينزلوا القابو وبيعمل خمم للغطيان وبيقول لها انه لما امه سابته ومشيت لويز اخته رحت وراها وهو اللي خاف وفدي المستخبه في القابو هنا ولما خرج الصبح لقى كل الناس ميتة على الارض ووقتها شاف الولد ابو ابيض صار استغرابت وقالت له هو انت كمان بتشوفه قال لها ايوة هو الوعيد اللي كان صاحب طول السنين اللي فاتت وبيقول لها انه كان صغير وما قدرش يدفن الناس اللي ماتت وعشان كده الولد ابو ابيض ده هو اللي قاله ياخد من كل شخص ميت حاجة للذكرى وبيوريها الصندوق وحاجات كل شخص فبتقول له صار انت ليه اخترتني انا بالذات قال لها عشان انت اخطر واحدة في القارية يعني مش هتخافي لما احكي اللي حصل او اوريك الحاجات بتاعت الناس اللي ماتت وبيقول لها انه عايز يفتكر اللي حصل زمان بس خايف ياخد الخطوة دي لوحده وبيفضل يدور وسط الحاجات اللي في الصندوق وبيقول لها انه مش لقي حاجات خص كريستوفر ولما سألته ده يطلع مين بسلامته قال لها انه كان صديقهم زمان وانه كان بيدحك الناس كلها بس فاك اتغير وما بقى اشي دحكنا وبقى مخيف وبيقول انه شايف رمز وبيسكت شوية وبيقول لها انا عارف اللي ناقص وفجأة بيحط يده على عينه وكان خايف من حاجة يعني احنا مش عارفينها وبيغطوا ادنه كأنه كان سما حاجة يعني برضو احنا مش سمعينها وبيقول لصارة انه رجع في كلامه وانه مش عايز يفتكر اي حاجة بس بتهدي صارة وبتقوله انها جانبه ما تخافش انت بنفسك قلت انه اخطر شخص في المدينة يعني مفيش حاجة هتحصل وانت معايا فيكتور كان مرعوب وكان عامل زي العيل الصغير وبيفتكر كريستوفر واللعبة بتاعته وبيقول لها ان اللعبة كان اسمها جازبر وبيحكالها ان بعد ما كريستوفر يتجنن وما بقىش يضحكهم بقى يعود كتير مع نفسه وفي مرة شافه هو بيتكلم مع جازبر والكرسى ان جازبر كان بيرد عليه وفجأة عمل صوت زي صوت الوحوش وبيقول لها انه لازم يدور على جازبر عشان يسأله اللي حصل زمان وليه كل الناس ماتت في نفس الوقت كان بايد مع رندل في الوتوبيس وكان بصص عالشبابيك وكان مستني الوحوش تخرج وبيقول له رندل انه اول مرة يحس بالخوف وان اللي حصل له هو وماريل وجولي كان لعايز ان تقم الوحوش وبيقول له انه عايز انضم ليه وانه مستعد يعمل اي حاجة عشان يخلص على الوحوش دي وبيفضلوا قاعدين مستنيين اي وحوش تظهر وبعد شوية بيبدأ رندل يتوتر وبيقول لبايد ان اللي بيحصل ده مش طبيعي الوحوش المفروض يكونوا موجودين زي كل يوم ده روتين عندهم بيعملوا كل يوم في نفس المعان في ممردة بتيجي توقف هنا وبتفضل تهمس بالكلام والناحية التانية بشوف واحدة قاعدة بتتمرجح ده غير الاتنين العواجز اللي بيفضلوا يلف حولين الوتوبيس انا متأكد ان في حاجة غلط وفاجأة بيشوفوا انوار عربية الاسعاف وبينزلوا بسرعة عشان يوقفوها ويسان كمان بيشوفها العربية وبيطلع يجري وبيفضل يقول يا ماما بس العربية بتمشوا ما بتقفش الحد وبياخدوا يسان وبيجروا بي تاني عالبيت وبيقول لهم انهموا في عربية الاسعاف والجم بيقولوا انه هيطلع يشوفها واللي يحصل يحصل فبيقول بايد لجولي ويسان يفضلوا قاعدين هنا وبيأكد عليهم ما يخرجوش ولا يفتحوا الحد اما تابي صوتها تنبح من كتر ما هي عايزة تقنعهم ولما بيشوفوا واحدة مرمية على الارض فضلت تقولهم ان ده كمين ولو نزلتوا هتموتوا بس هما ما بيصدقهاش وبينزلوا وهي بتفضل قاعدة ومش عارفة تتحرك وفاجأة بتفتح عينيها وبتتحكلهم وبتتحول وبتخلص عليهم في اقل من ثانية لثانية وبتشوفهم الشرطية وبتفضل متنحة في مكانها وبتطلع السلاحها وبتفضل تضرب عليها نار لكن بتلاقيهم بيزيدوا وكلهم دخلين عليها وكانوا فرحانين ومبتسمين فبتاخد بعضها وانزرن مع نفسها ويتابي كانت بتتفرج على اللي بيحصل وبتصحى هنري وبتقوله قوم مش وقت نوم وفاجأة الباب بيتفتح عليهم وبيطلع جيم والاتنين بيتصدموا لثواني ولما جاي فكها ما بيلاقيش المفاتيح وبيلاقي بويد ورندل جايين عليهم ولما جيم بيطلب منهم اي حاجة يفتح بها الكلب شات بيجري رندل على الأوتوبيس عشان يجيب شنطة العدة وبيفل بويد عليهم بسرعة اما في بيت دونة بيسمعوا اصوات ضرب النار وبيعرفوا ان في حاجة بتحصل برة وبتقف جيمة وبتشوف الشرطية وكانت خايفة وبتجري من الوحوش ولما بتشوف جيمة بتفتكرها من الوحوش وبتزروفها طلقة وبتقع جيمة على الارض وكانت بتنزف وبتجري عليها مريال عشان تعالجها في نفس الوقت بتفضل الشرطية تخبط عليهم وبتترجعهم يفتحولها وفعلا بيفتحولها وبينقذوها وكانت منهارة وبتقول لهم من في ناس غريبة برة فبتزع فيها دونة وبتقول لها دي شوية وبتسألها من اللي كان معاها فبتقول لها ان زميلها ماتوا والعربية فيها اتنين مصابين وبرة بيد ما بيلايش المفاتيح مع السواء ورندل بيجيب شنطة العدة بس بيشوف نفس الحشرات بس بيتجاهلهم وبيجري بسرعة لكن بيلاي الوحوش برة مستنينه ولما بيرفع فوشهم الحجر قالت له العجوزة دي ما بتعملش كده يا حبيبي فبيرمي البويد الشنطة بسرعة وبيقول له يرجع للأوتوبيس تاني وبيجري هو وبيضي الشنطة الجيم بس رندل بيلاي الحشرات بتتلم عليه وما كانش لحق يدخلوا الأوتوبيس وبيقع على الأرض وهو بيحاول يبعدهم عنه وبيفضل بويد يدور على المفاتيح لحد ما بيلاي الست دي بتقول له اه هم اللي بتدور عليهم لو عايز تخدهم خدهم بس احنا هناخد رندل وبتستفزوا وبتقول له انت مش هتعرف تحميهم كلهم جيم كان خلاص فك تابي وبيقول لبويد يتحرك بسرعة وبيقرر بويد انه يسيب رندل وياخد المفاتيح ويمشي وفي بيت دونة كانت مريال قدرت تخرج الرصاصة من جيمة وبيسمعوا صوت عربية الإسعاف وبيفتحوا الباب بسرعة وبيتصدموا كلهم لما بيشوفوا تابي وبويد بيتدايق لما بيشوف منظر جيمة وبتروح الشرطية على تابي وبتفكها وبتعتزل لها انها ما سمعتش كلامها وبياخدها جيم وبيطلعوا على القوضة عشان يعرف هي كانت فين وبتحكيلوا على كل اللي حصل معاها وبتقول له ان هنري يبقى ابو فيكتور وكمان بتقول له عن رسومات والشجرة اللي شافتها في بيت فيكتور وبتعيط وبتقول له كان نفس عادرة ساعتكم لكن بيهديها وبيقول لها المهم انك رجعت لنا تاني بالسلامة وتحت عزيزي الجين كان قاعد مع الست العجوزة وفجأة بيشوف نفس الست اللي بيحلم بها على طول دي وكانت متى النحة في وشه وبيسأل الست العجوزة اهو انا صحي ولا نايم ولما بيلاقيها بتمشي بيقوم وبيمشي وراها وبيلاقيها وقفت مرة واحدة وبتمتلوا اديها وبتقول له سعيدني ابو سقيدك هيل بمي فبيخافوا وبيخبط في اللي وراها ولما لف تاني لقىها اختفت كالعادة وفجأة جيمة بتتعب وبتحاول مريال تلحقها بس للأسف جيمة بتودع وبيتداي بويد وبيتخني مع الشرطية وبيقول لها انها السبب في اللي حصل دون ازعايت فيه وقالت له يطلع معاها حالا ولما بيطلع بيلاقيها منهارة وبتقول له انها ما بقتش قادرة تستحمل اللي بيحصل وبتسألوا ليه بيحصل فيهم كل ده فبيهديها وبيخدها في حضنه وهم اللي اتنين كانوا عايزين حد يهدنهم ويقول لهم عليش المهم بياخدوا جيمة وبيطلعوها في قدل وحدها وبتقول فاطمة لألس انها كانت قاسية على جيمة الفترة اللي فاتت وبتطلب منه ان ينزل ويسابها معاها شوية وفعلا يا عزيزي بيسمع كلامها وبينزل وبتدخل وبتغفل الباب عليها وبتفتح الغطى من على جيمة وبتشيل اللازق اللي عالجرح والكارسة بقى يا عزيزي انها بتفضل تلحس في دم البنية والظاهر كده انها حامل من وحش مش من ألس اما إيسان كان قلقان وبيقول لي جولي انت ايه اللي حصل لك من بعد ما تعبت وعينك بيضت وانت ما بيتيش انت قالت له انها خايفة مش أكتر فبيقول لها انه جنبها وهيخب بلو منها دحكت وقالت له انها الكبيرة يعني المفروض انها هي اللي تخب بلها منه قال لها ان ابو ومو مش هيرجعوا يعني خلاص هيبقوا لوحدهم ووقتها هم اللي اتنين لازم ياخدوا بلهم من بعضهم بس جولي بتطمنه وبتقوله انهم هيرجعوا في الوقت ده كريستي كانت في الكوخ وبتصحى من قلم رجليها وبتلاقي كيني قاعد بيكتب ولما سألته بتعمل ايه قال لها بكتب رسالة لماما دي عادة بنعملها عندنا فبتقوله انها ما كانتش بتهزر لما قالت له انها هتفضل جنبه كانت دايق وكان نفسه يقول لها انت طلعت بنت ملونة ملهاش لازمة ويا ربي عزيز تكون فاهم قصدي ايه البت من ساعة تما شافت مريال صاحبتها وهيها كان نينة والعلوان طفحت فوشهم هم اللي اتنين المهم جايت بيقوم وبيقول لهم مش عارف انا من رغيوكم وبيقولوا يكتب لامه في الرسالة انهم كلهم بيحبوها وبيقول لهم ان من ساعة تما جيه هنا وهو بيهالوس وبيشوف رمز وحاجات غريبة وفجأة بيسمعوا صوت خبط برا بس كيني بيطمنهم وبيقول لهم ان هم ما يتحركوش من مكانهم اما بويد ودنة كانوا بيشربوا عشان ينسوا الهم اللي هم فيه وبيشوفوا دوق عربية الاسعاف بينور ولما بيشوفوا الحكاية بيلاقوا الوحوش رمين رندل على العربية وبيبص البويد بصت اللي هي طي الاحتواطي او يمان وبتخلص الحلقة على كده اوعي عزيزي الحلقة تنسيك الفيلم الجامد بتاع الساعة عشرة انا مروقة هو يا عزيزي روق علي انت بقى اللايك باك جميل يا عزيزي وما تنساش تقول له رأيك في كومنت واشوفكم الفيلم الجاي